هيوري عشان للأسف في الوقت بيخلص مني إنت عندك شيร فيما يخص كهربا ومستقبل كهربا هل كهربا تريدك مع نادي الهيبوو الى هارن هي patroش هو كهربا رحل من.. لا لا وباب الزبي مأفول وباب الزبي مأفول ممكن يحل عند زمالك من منزل هو رحل من نادي الإهمية المنعري في التلقافزة بس ممكن الزبي يفكر فيه لو هو رحل من نادي الإهمية موضوع مأفول تماما حتى فكرة التفكير أو طرح الفكرة نفسها مرفوضة كهربا رحل من النادي الأهلي ده بابه تقفل وأو موضوع منتهي ده في القائمة وقت بكرة أنا بقول لك أولا وكهربا رحل من النادي الأهلي خلاص مسألة وقت ماذا عن مستقبل كهربا إلى الآن كهربا لا يمتلك أي عروض خارجية على الإطلاق ولا سعودية ولا مفيش أي عروض بالنسبة للاعب العروض المحلية لللاعب فيه اهتمام من بيراميدز ونادي زد دول الأندية الأكثر جدية أو الأقرب لو اللاعب يعني هيكمل في الدورة لمصر ولكن اللي أنا عارفه أنه ولا كهربا ولا وكيله حابين فكرة تواجد كهربا في الدورة لمصر الشغل دلوقتي بالنسبة لهم أنهما بيحاولوا يجيبوا أي عرض سعودي عشان اللاعب يطلع لدور روشن ولكن برضو لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دي مفيش عروض أحمد ربضان بيكهم بعد ما جدد مع سيروميكو لبطرة لسه عنده مكان في ناجي الزمالك ولا الموضوع كده تقفر من فترة كده قريبة بيكهم بالمناسبة كان قريب جدا من زمالك في عناية من فترة قريبة حصل قاعدة ما بين الكابتين أحمد سليمان ومبين بيكهم ومبين الكابتين أحمد سليمان ومبين أحمد ياسر ريانا بكلمك اللي اتنين عشان في نفس اللي تيم فريق سيروميكو اللي اتنين مرحبين وبيكهم مرحب بيكهم كان جدد من فترة لكن الخبر طلع للإعلام متأخر لكن سيروميكو موافق أنه هو يطلع اللاعب ما عنده مشكلة لكن الموضوع يبقى مدي بحت لأن نادي سيروميكو لما في يناير الزمالك كان عايز بيكهم طلبه 50 مليون جنيه وده ما رقم مستحيل الزمالك يدفعه لكن اللاعب في حسابات الزمالك في حساباته وممكن تخلص بعد فتحه الكويد بصفقة تبدولية هوريك العادة شرفت ونورت